بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم اللهم صلى على محمد وعالي محمد إلى شباب اليوم التاريخ 25-22 عام 1439 يا شباب بديت من أمس تعقيم الفقاص اللي أنا صناعتها بيدي مع تحية والد الشرقية طبعا هذه الفقاصة تشيل تغريبا تغريبا 3000 بيضة طبعا أنا ما بعد أحط لرفوف كاملة حطيتها كبداية بس لأن يتوي معقم الفقاصة وإن شاء الله خلال يوم أو يامويل بنصنع فقاصة من ثانية إن شاء الله تشيل 4000 بيضة زين وش نحتاج بس نستنى المندوب اللي بيع له الترمستات لا الحين ما هو متوفر عند الترمستات والساعة حق نشوف كم الرطوبة داخل الفقاصة ونحتاج هيتر قيمتها 20 ريال هذا قيمتها 80 ريال هذي قيمتها 15 ريال تغريبا 20 ريال يعني هذي الفقاصة ما بتكلفك أقل من 200 ريال زين نحتاج اللي هي المروحة ب60 ريال وطبعا لرفوف تقدر أنت تسويها بتجيب لك من المنجرة ب100 ريال أو أقل من 100 ريال وتفصل مع الشبك زين أنا حطيت صط الفوق تشوف مروحة تبث على طول ديريكت مروحة تبث على الحرارة الهيتر اللي هنا وحطيت اختراعة اللي هو الهيتر اللي دف المواي تحت وحطيت مروحة تدفع الحرارة من المواي لفوق علشان نضمن النصوص يطلع كله كامل بإذن الله طبعا نشوف هذا الخشب هنا موجودة علشانها بيحط لرفوف بس أنا الحين مبعد أجهزها كامل إن شاء الله بإذن الله رايح نوريكم صنع الفقاصة الجديدة بس أستنى اللي هو يجيه الترمستات والساعة حق نجيس اللي هي الرطوبة داخل الفقاصة مطلوب داخل الفقاصة تكون درجة الحرارة 37.5 تطفي الحين الهيتر شي قل لأن الباب مفتوح أنا رايح أسكر اللي هو الباب هذا الباب حق الفقاصة شوفها الحين كم درجة الحرارة 36.4 37.5 بما جرد تجمع حرارة اللي هي الفقاصة على طول تطفي حين شوفوا كم من درجة الحرارة 36.6 والرطوبة هنا المفروض مدة 18 يوم تكون الرطوبة 50 بعد ثلاثة يوم اللي هي 19, 21, 21 المفروض ننفحها لـ 75 إلى 60 زين شوفوا حين كم 37.1 شوف اللي هو الهيتر أنا بطفي النور عاصل نتبين أكثر شوف 37.2 طبعا الحين ديركت أنا شابك اللي هو الهيتر مع المروحة اللي تحت شوف المروحة مع الهيتر اللي تحت طفت يا شباب 37.5 فصلت اللي هي الهيتر والمروحة اللي تحت فصلت شوفتوها وهم الهيتر اللي تحت في الماء يفصل إن شاء الله بإذن الله تعالى خلال هالي يامين هادي بعلمك من الطريقة كيف تصنع فقاصة وكيف تربو الصوص من عمره بيوم لين يكون دجاجة مع تحيات والدي الشرقية أي استفسار يا شباب ممكنك تكلمني على الوصاب صفر خمسة أربعة واربين عشرين أربعة واربعين ثلاثة واحد يا شباب زي ما علمتكم أول ما يطلع الصوص من الفقاصة بسبوع نستخدم يا خلطة ورد الشرقية تعطيه مناعة جدا عن الأمراض وتعطيه وقاية بإذن الله تعالى لا تنسوا تستخدموا خلطة ورد الشرقية مع التفقيص الصيصان جدا مفيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الفقاصة اللي صنعناها وزي ما علمتكم شوفوا درجة الحرارة 37.5 تفصل تنزل درجة الحرارة 36 يشتغل له الهيتر المروحة طبعا هذه اللي فوق شقّل 24 ساعة طبعا هذه لحالها فيش لحالها طبعا أنا أمس أقلمت المكان بالدتول والكريليكس ورفعت المقطع في اليتيوب وإن شاء الله تقريبا هذه حطيت أحين خمسة طوابق تقريبا فالرف هذا تقريبا فوق 2 وتحت 3 فإن شاء الله مع الأيام الجاي رايح نترسها هذه كل بوها بيض بإذن الله تعالى عساني فقص الصوس مرة واحدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات ولد الشرقية